تشكيل اقتصاد موازن وإيجاد إمبراطورية مالية لدعم الحروب الطويلة استراتيجية أخرى اتبعتها ميليشيا الحوثي للسيطرة على الموارد الاقتصادية بعد إسقاط الدولة فبعد أن أوجدت الحرب فئة جديدة من التجار التابعين لجماعة الحوثي أفلس الكثير من أصحاب الأعمال وأنهوا تجارتهم في البلاد وهاجر عدد منهم تاركين أعمالهم وأموالهم لتصبح عرضة لسيطرة الحوثيين لم يتوقف الأمر عند استنزاف المال العام بل أحالت الميليشيا مؤخرا 419 تاجرا في صنعا إلى النيابة العامة الخاضعة لسيطرتهم وذلك بعد أيام من إصدارها تعميما بعدم التعامل مع نحو 700 شركة ورجل أعمال المساعي الحثيثة للسيطرة على مفاصل القطاعات التجارية والنفطية بشكليها العام والخاص كان الهاجس الأكثر حضورا عند الحوثيين منذ إسقاط الدولة وهو الأمر الذي دفعهم بحسب المتابعين إلى اختلاق أعذار تتعلق بعدم سداد المكلفين من التجار ما عليهم من التزامات مالية للدولة تقرير الخبراء المعني باليمن والمكلف بموجب مجلس الأمن كشف أن الحوثيين وضعوا استراتيجية للسيطرة على واردات النفط وذلك من خلال منح حق الاستيراد لأشخاص وشركات تابعة للجماعة التقرير أشار إلى أن ميليشيا الحوثي تعزز من سيطرتها أيضا على الإرادات المتعلقة بالضرائب وتضاعف الرسوم على الجمارك بنسبة 100% كما تتوغل أكثر في السيطرة على قطاع الاتصالات والإنترنت طرق عديدة يتبعها الحوثيون إذن للإجهاز على الاقتصاد اليمني وجميع موارده فكلما طالت الحرب زاد ثراء تجارها واتسعت دائرة الفقر أكثر في المجتمع